رئاسة الجمهورية توضيحا بشأن موقفها مما جرى حيال إعلان نتائج الانتخابات وقيامها بمفاتحة المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة البرلمان الاستثنائية وقالت الرئاسة في بيان لها ومن خلال متابعة ما حصل في مجلس النواب أثناء الجلسة الاستثنائية فقد تولد شكوك بعدم دستورية الجلسة خاصة أنه ليس من اختصاصات المجلس إلغاء نتائج الانتخابات جزئيا أو كليا كون ذلك نظم بقوانين خاصة أشارت إليها المادة التاسعة والأربعين من الدستور وأضاف البيان إن قانون مفوضية الانتخابات رسم طريقا للطعن في نتائجها عبر الركون إلى السلطة القضائية ولهذا فأن عمل مجلس النواب قد مس بمبدأ الفصل بين السلطات والتدخل باختصاصات ومهام السلطة القضائية مؤكدة نوقوفها على مسافة واحدة من الجميع ولا تدعم أي كتلة أو جهة سياسية مشتركة أو مقاطعة في الانتخابات وتضمن قرار البرلمان الذي أثار جدلا واسعا العد والفرز الإدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع وفي حال ثبوت تباينه بنسبة 25% بينما تم فرزه الإلكترونيا وعده يدويا يعاد العد والفرز يدويا لجميع المحافظات وشددت الرئاسة في البيان على أن قرار معصوم مطابق للدستور وأشارت إلى أن إحالة الملف إلى المحكمة الاتحادية جاء بوصفها الجهة القضائية المسؤولة عن تفسير الدستور واحتراما لسلطة القضاء والتزاما بكونها الجهة الأساسية في حفظ القانون وتطبيقه ترجمة نانسي قنقر